بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين خرسوسا نستي أليسوسا نستي المسيح قام بالحقيقة قد قام وهناكم جميعا بعيد القيامة المجيد في عام 2023 نحتفل بالقيامة المجيدة بعد هذا الصوم الطويل الصوم المقدس والذي امتد إلى 55 يوم نحتفل بالقيامة كما كل عام وكما تعلمون أن احتفال القيامة هو احتفال بأساس إيماننا وهذا الاحتفال بالقيامة هو احتفال بالمسيحية واحتفال بالإيمان بالمسيح ولذلك القيامة نحتفل بها في كل يوم في صلاة باكر في الأجبية ونحتفل بها كل أسبوع في يوم الأحد من كل أسبوع إنه يوم القيامة أو يوم النور ونحتفل بها أيضا كل شهر في تاريخ 29 من الشهر القبطي وهو التذكارات للبشارة والميلاد والقيامة نحتفل بها كل عام في عيد القيامة المجيد ويمتد احتفالنا إلى خمسين يوم نسميها الخمسين المقدسة والحقيقة عطايا القيامة عطايا كثيرة جدا في حياة الإنسان أود أن أتحدث معكم على عطية من العطايا الغنية التي في قيامة رب المجد هذه العطية هي عطية العين الإيجابية للحياة الإنسان خلق له الله العين بعض للنظر خلق له عينان في وجهه لكما ينظر إلى الحاضر وينظر إلى المستقبل ولم يخلق له عين في الخلف إلى الماضي جعله ينظر إلى الأمام دائما وهذه العين رغم أننا نشترك جميعا في تركبها التركيب الفيسيولوجي والتركيب الأناتومي ولكن نظرة العين تختلف من واحد لآخر لنفس الشيء عشان كده العين الإيجابية للحياة تتميز بثلاث ميزات الميزة الأولى أنها عين واقعية تنظر للأمر في واقعيته في حدوده في شكله وليس في الخيال وتنظر للأمر في واقعيته أنه أمام الإنسان واضح ولا يحتمل أي تأويل الجانب الآخر في النظرة الإيجابية للحياة أنها نظرة إنسانية يعني يجب أن تجتمل نظرة الإنسان للأمور على عمل الرحمة الرحمة لأن عكس الرحمة توجد القساوة والقساوة امتلأت بها قلوب كثيرة في العالم ولذلك نظرتها ليست نظرة إنسانية الجانب الآخر للعين يجب أن تكون النظرة متكاملة وليست نظرة متناقصة كما تدرون جميعا أننا نقول الكوب اللي فيه جزء من الماء هذا الكوب ممتلأ أم ناقص البعض يرى كوبا ممتلئا بالماء هذه نظرة إيجابية ونظرة متكاملة والبعض يرى كوبا ناقصا وبالتالي هذه نظرة سلبية هذه الأمور النظرة الواقعية والنظرة الإنسانية والنظرة المتكاملة تشكل جميعها العين الإيجابية للحياة سأعطيكم بعض الأمثلة في قصة القيامة وأحداث الصليب والقيامة كانوا تلميزين يحنى تلميز من الاثنى عشر ويهوزة الإسخريوتي تلميز من الاثنى عشر اختاراهم السيد المسيح شافوا تعاليمه شافوا معجزاته حضروا وياه بالتأكيد كان فيه حوارات بينهم وبين السيد المسيح لكن للأسف يحنى الحبيب كان له النظرة الإيجابية والعين الإيجابية للحياة نرى يرتبط بالسيد المسيح يصل وياه حتى إلى الصليب وإلى المحاكمات ونرى يجد المتعة الكبيرة في أنه يتكئ برأسه على صدر المسيح وأطلق عليه المسيح أو هو أطلق على نفسه التلميز الذي كان يسوع يحبه في المقابل يهوزة الإسخريوتي كانت نظرته مادية وكانت نظرته سلبية ولم يرى في المسيح أنه المخلص الفادي الذي جاء لأجل خلاص العالم ولأنه لم يجد فيه تحقيق أطماعه المادية أو الأرضية ولذلك باع سيده بسلسين من الفضة وفي النهاية ذهب وشنق نفسه ومات وخسر نصيبه الأبدي الاثنين في نفس الموقف واحد له العين الإيجابية واحد له العين السلبين مثال آخر نرى في أحداث الصليب عندما ننظر إلى اللصين اللص الشمال واللص اليمين اللي هما شمال ويمين السيد المسيح صلبوا للصين مع السيد المسيح علشان إمعانا فأنه مجرم اللص الشمال كان له حديث كبير إنه إذا كنت أنت المسيح أنزل وخلصنا وارفع عننا الألم اللي احنا فيه ألم الصليب اللص اليمين كان له نظرة نفس الموقف نفس التوقيت نفس الشواهد نرى إن اللص اليمين ينظر نظرة إيجابية ويذكر أننا بعدل جوزينا بعدل إحنا صرنا مجرمين ونظر إلى المسيح وذكرني يا رب ما تجيت في ملكتك كانت هذه العبارة عبارة صلاة عبارة توبة عبارة نداء عبارة رجاء وقبلها السيد المسيح في آخر أيام أو آخر ساعات حياة اللص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس هذه الصورة تنطبق في نمازج كثيرة جدا العين الإيجابية للحياة ولذلك أيها الأحباء تمسك أن تكون لك عين إيجابية عين إيجابية تنظر الأمور في إيجابيتها لكل أحداث حياتنا أحداث حياتك اليومية وأحداث العمل والخدمة والأسرة كل هذه الأحداث بس أنظر أن تكون لك النظرة الإيجابية هذا هو فعل القيامة المجيدة في حياة الإنسان وخلي قلبك دايما مرفوع وبتقول يا رب ديني العين الإيجابية التي ترى الأمور في حقيقتها وفي جمالها وفي إيجابيتها ابعدني على النظرة السلبية أو النظرة الضيقة أو النظرة التي لا ترى إلا ما هو سيئة الحياة فيها جمال ممتد في كل عمل صالح أنا سعيد أن أرسل لكم هذه الرسالة أقدم التهنئة القلبية باسم الكنيسة القطية وباسم المجمع المقدس وأقدمها من هنا من مصر إلى كل الإبرشيات والكنائس والأديرة القطية في ربوع العالم كله أهنئ إخوتي الأحباء الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان والأمهات الرهبات ومجالس الكنائس وكل الشباب وكل الخدام كل الشمامسة وكل الشعب وأيضا إلى كل الأطفال وهنئكم جميعا أينما كنتم في أوروبا في أفريقيا في أسيا في أمريكا الشمالية في أمريكا الجانوبية أو في قرة أستراليا وهنئكم جميعا وهذه التهنئة أحملها إليكم إلى كل فرض طالبا من ربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات أن يفرحكم على الدوام وأن يعطيكم العين الإيجابية لكل عمل ولكل حدث في حياة الإنسان لإلهنا كل مجد وكرمة من الآن وللأبد أمين خرسوسا نستي أليسوسا نستي